القضية الفلسطينية في صدارة أهم أهداف أعمال القمة التاسعة عشر لقادة دول عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا أغلب ممثلي الدول المشاركة طالبوا خلال القمة السنوية للحركة التي تضم مئة وعشرين دولة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والسماح لإدخال المساعدات اللازمة لسكانها لكنها فشلت في الخروج بقرار في الإعلام السياسي يدين الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم تشديد كل من جنوب أفريقيا وناميبيا على موقفهما بأن ما يشهده قطاع غزة هو إبادة جماعية لكن الخلاف بين الدول حول الصيغة والمضمون الذي ستعتمده الحركة حال دون ذلك الحركة تفادت استخدام مصطلحات غير متفق عليها لكنها اكتفت بتشجيع توجه جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية مؤكدة أن الحركة ستلتزم بما تقرره المحكمة جميع الوفود المشاركة دعت إلى تكثيف الضغط من أجل وضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من مئة يوم على أياد الاحتلال دول حركة عدم الانحياز كانت سجلت موقفا جامعا في ختام الاجتماع التحضيري لوزراء خارجيتها للمضي قدما في عملية طلب الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة ما يثير التساؤل ما أوراق الضغط التي يمكن أن تمتلكها دول عدم الانحياز بشأن مجريات الأحداث على الساحة الدولية